الصحابة كيف نصنف أنه هذا يطلق عليه لقب صحابي؟ الصحابة بتعريف المسلمين هو كل من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنه رسول الله أو مات هو عن رسول الله على الإسلام كل صحابي أدرك رسول الله يعني رآه أدركه رآه آه رآه مش بس إدراك بالحياة لا ويس القرن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأى النبي فلا يعتبر صحابي كل من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنه رسول الله أو هو مات عن رسول الله على الإسلام لأنه مثلا جبل ابن الأيهم أسلم ثم ارتد لا يعتبر صحابي ومن ولد بعد رسول الله لا يعتبر صحابي ومن كان في زمن رسول الله وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابي فالصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رسول الله وهو مات أو النبي مات عنه صلى الله عليه وسلم على الإسلام يعتبر صحابي وهؤلاء محصورون في العدد عددهم 124 ألف صحابي